خليص سرط عالي الكرة تعود من فكرون صلاح لبولينو من جديد المراوغة من جانب البرزيلي بولينو العودة الخلف لعلي سلامة بروني عبدالعزيز يلعب الكرة بشكل ممتاز تبادي الكرة ويناجح الان لعبدالعزيز فرصة تلعب الكرة العرضية يلعب الكرة العرضية تأتي الرأسية أبلها فرصة فتتهي الكرة أول هدف الأول لا ضاعد الفرصة فرصة مهمة جدا ضاعد على فريق خليص سرط كنت أعتقد أنها في الشباك لكن حضور طيب لعبدالعزيز خليص سرط أول حضور لفريق خليص سرط داخل منطقة الجزاء كاد أن يستجل الهدف الأول أحويلات هذه الكرة بشكل ممتاز تبقى للكرة خاطر لصالة فريق النصر تلعب الكرة العرضية ولكن تتحول الكرة تصبح الركنية الأولى في المباراة شاهدنا فرصة حقيقية لفريق خليص سرط لصالح فريق لفريق النصر إعادة اللقطة ممتاز عبدالجواد رزي كان حضور ممتاز تلعب الكرة العرضية تعود لفريق النصر الآن من جديد تصويب من خارج منطقة الجزاء تبقى الكرة خاطر والتطويب والهدف الأول هدف أول لفريق النصر إذن هدف أول لفريق النصر نصر يسجل الهدف الأول إعادة لكرة الهدف فكرون استلم داخل منطقة الجزاء خام بالتفاف وصوب على يسار الحارس العجمي إذن تتغير النتيجة هدف دون مقابل لصالح فريق النصر هذا هو محمد كريم بدون شك أن الهدف قد يربك حسابات كثيرة ونصر لحظيري دخل الهدف خطف لعب الكرة الآن والتصويب وسأل الكرة بالنسبة لعبد جواد رزق كانت من لاعب الخبرة مسعود الغنائي تعود الكرة من جديد خضرها مع فريق النصر الكرة كانت ساقطة أراد أن يلعب الكرة مباشرة مع تقدم حارس المرمى لكن الكرة خرجت لتصبح ركلة مرمى لصالح فريق خليج سرد عبدالدايم المكسي تابع فيه الغنائي يلعب الكرة العرضية يتم بعد الكرة الآن التصويب بمسافة بعيدة ولكن جانبت المرمى عالية الكرة العرضية تأتي رأسيها من خضر الكرة ولكن بعيدة بعيدة الكرة تعيد الألقاب الفريق لديه حضوره واسمه مسجل وهذه الكرة ومحاولة قائمة لفريق النصر دخول منطقة الجزاوة خطأ على حافة منطقة الجزاوة خطأ على حافة مرمى التفيد الآن روما هدف ثاني هدف ثاني لسلم روما هدف رائع 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 بالفعل سالم روما يضع الكرة بطريقة جميلة جميلة بالفعل سالم روما يسجل الهدف الثاني سالم روما وكاني به لعب الكرة بيده وليس بقدمه سالم روما الكرة كانت رائع عادل اللقطة عادل اللقطة تابعوا اوه ممتازة ممتازة في الزاوية الصعبة على يصار الحارس العجبي سالم روما يسجل هدف سيبقى خالده في الذاكرة هدف رائع بالفعل عادل اللقطة وبالرجل اليسرى الكرة مرت من الجميع الى بولينيو والتصويب من مسافة بعيدة ولكن جانبت المرمى ترشيلو تهيئت الكرة والتصويب من مسافة بعيدة ولكن جانبت المرمى تلعب الركنية عالية يا تدخل عجبي خطف في لعب الكرة تتهيئ الكرة فرصة للتصويب ومحاولة لعب الكرة المقاصي الغنائي المحاولة قايمة الآن فرصة تلعب الكرة العرضية تلعب الكرة العرضية تأتي الرأسية ام لا وركل الجزاء ركل الجزاء لصالح فريق خليل سيرت هذه الكرة العرضية والحاكم رأى ان الكرة قد لمست يد محمد التهامي تقدم غنائي وضيع غريبة والله غريبة غريبة للطريقة التي لعب بها الغنائي الكرة موقف الغنائي صراحة اللاعب خبرة لاعب بارة ولكن ضاعت الركلة الجزاء كانت عالية إعادة للكرة الماضية والفرصة التي ضاعت على فريق خليل سيرت من سينفذ تنفذ الكرة وتعود من العارضة بالجانب بولينيو جديد يعود بها للتهامي اللعب الكرة للمكسي الآن اللي هي النفس للتصويم يصوب هدف ثالث رائع هدف جميل 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 بالفعل تصديدها من خارج منطقة الجزاء تهيأت بشكل رائع وهذه هي الكرة المكسي لعب الكرة في المكان الصعب على حالس المرمى إذن يعزز النتيجة المكسي بهدف ثالث من تصويبها من خارج منطقة الجزاء الجزاء إعادة لتصويبة المكسي تصويبة قوية على إيصار الحارس لعب الكرة عند فكرون فكرون هيئة الكرة بشكل ممتاز الفرصة مواتية ولكن ضاعت ضاعت على علي سلامة كرة قدها فكرون وهيئة بشكل ممتاز لا وجود لتسلل ولكن سلامة لعب الكرة حضور ممتاز للعجم في كرة الماضية مع حولة المرور يعود بيني المكسي المكسي اللعب من لمسة واحدة مع مع بولينيو اللي يحاول يراوخ يلعب ولكن ضاعت ضاعت فاصل مهاري من هذا البرازيلي عند استلام الكرة ثم موه وصدد بالرجل اليومنا لكن علت ترجمة نانسي قنقر